السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة وهذه المحاضرة لمادة الرشاد الجمعي كنت قد ذكرت في المحاضرة السابقة التي تتعلق بالتخطيط وتخطيط الزماني ينصح القول متى تلتقي المجموعة ومتى في أي زمان كنا إنه على المرشدة لا يقدم مصاعدة نفسية لأكثر من مجموعة في اليوم الواحد العلماء وضعوا لنا معيارا ومحكا علينا أن لا نخرقه إذا كان هناك اضطرار أن نقدم مصاعدة لأكثر من مجموعة فعدد هذه المجموعة لا يزيد عن ثلاث مجموعات بالإضافة إلى اتخاذ هذا القرار كما نوهت سابقا عن أفضل الأوقات التي تقدم فيها هذه المساعدة النفسية فإن المرشد عادة هو من يقرر عدد المرات التي تلتقي فيها هذه المجموعة مثلا قد يكون مرة واحدة في الأسبوع أو قد يرتقي هذا المرشد إنه بحاجة إلى مرتين أسبوعيا بعض المجموعات كما قلت تلتقي مرة واحدة وبعضها تلتقي مرتين أو مرة كل أسبوعين أو كما يرى بعض العلماء مرة واحدة في الشهر هذه اللقاءات تعتمد ومحكها الأصيل ومعيارها الذي يحدد عدد اللقاءات هو نوع المجموعة تتذكرون قلت لكم دائما أن هناك نوع متعددة لمجموعة المساعدة النفسية هناك مجموعة المهمة ومجموعة المعلاج النفسي ومجموعة المناقشة ومجموعة التعلم وهكذا وأيضا من يحدد ليس نوع المجموعة فقط وإنما هدفها هو الذي يحدد عدد هذه اللقاءات وأيضا تواجد أعضاء المجموعة وأيضا تواجد المرشد هذه العوامل كلها تشترك مع بعضها لتحديد عدد اللقاءات وتكرارها خلال فترة تقديم هذه المساعدة النفسية ليست هناك صيغة محددة من أجل عدد المرات ولكن يجب أن تلتقي هذه المجموعة وعلى المرشد التأكد من أن هذه اللقاءات لها زمان ومكان مناسب قد يكون المدرسة قد يكون المشفى قد يكون مؤسسة معينة ومن الأهمية المكان وهذه إشارة مهمة حدده العلماء أن لا تجتمع المجموعة أكثر من اللازم أحبتي أكتفي بهذا أنا دمتور جاسم الساري ألتقي بكم لمواصلة هذه المحاضرات ما أتمنى هو العافية والصحة والحفظ لكم والوطنين الكريم في أمان الله حفظ